تهم بائسة تهم لا معنى لها وهذا يأكد في نفس الوقت أن العصابة اللي رهي موجودة الفوق كما تعودت دائماً أنها أجنح هناك جناح داخل العصابة وربما سأتحدث فيه الآن شوية أكثر يريد احتواء الحرك واحتواءه بمجموعة خطوات من بينها إطلاق صراح الرهائن المعتقلين وشفنا أنهم مثلاً قاموا بإطلاق تقريباً أكثر من ثمانين أو خمسة وثمانين يوم قبل بضعة أيام يوم الخميس الماضية أو الأربعة الماضية إذن هذا الجناح استراتيجيته هو الاحتواء ومن بين الاحتواء هو تقديم الجزر على العصاب بينما الجناح الآخر في جناح آخر هو التكسير هو ضرب الحراك واستمرار كسر عنقه المتمثل في القوى الرئيسية فيه واستخدام القباة استخدام البوليس استخدام بلطجية استخدام وهذه تدخل في نظرية العصابي معنى أنه يفضل العصاب على الجزرة صحيح يسمح بالجزرة من حين لآخر وهذه معروفة النظرية هذا الباطن لك الكاروت هذه معروفة فهم مختلفين فيهم مختلفين تبقى حسب الأماكن حسب كل مرة كيفاش مرة تشوف العصى أكثر مرة تشوف الجزرة أكثر مثلا وجدناهم في منطقة القبايل الآن يحاولوا بطبيعة الحال وهذا الطيار مثل وتبونو كان عبر عليه مباشرة أنه يريدون استخدام الجزرة أكثر معهم بينما مثلا لما خرجت الآن الميزانيات تنتعى البلديات فإن كثير من بلديات منطقة القبايل تتم معاقبتهم عقاب شديد تم تخفيض كبير في ميزانيات البلديات التي تجيهم من الوزارة الداخلية إذن فهي في نفس الوقت جزرة فيما يتعلق بالعالم الأمازيغي الراية الثقافية الأمازيغية وحتى أنهم وضعوها في لابوست وضعوها في الفلاقرونت بوست ووضعوا التلوين بينما ما زالوا البعض رهم مسجونين بسببها ولكن في نفس الوقت تتدخل جهة أخرى بجدير العصى هذه المرة العصى هو قطع من ميزانيات البلديات الثائرة والمنطفظة في ولاية تزوز هذا أعطيت مثال فقط عموما العصى والجزرة رهم مشين بها عجريت مجموعة اتصالات في هذه الأيام الماضية مع بعض إخواني بعض المصادر التي أثق فيها وكلها أكدت على شيء يعني هذه المصادر في الداخل وفي مراكز وأحيانا مراكز مهمة خرجت بالاستنتاج بعد الاتصالات لعجريتها أكد لي في الحقيقة القناعة التي لدي وهي أن كل المعلومات التي وصلتني نقوله من أبل مئة الماء يعني مباشرة كلها تؤكد سيطرت الجنيرالات أكثر على الوضع مما مضى وأن تبون في واقع الأمر حتى فيما يتعلق بهذه الحكومة طبعا هذا لا يعني أنه ممكن له عذر أو طبعا هو متورط بشكل كبير لكن كل المعلومات التي لدي أكدت أن أكثر من عشرين وزير بمعنى أكثر من نصف ما يسمى بالحكومة تبون لم يكن يعرف بهم إلا في اللحظات الأخيرة بل أن القائمة تم تغييرها أكثر من مرة وحتى الناس اللي شافوا محمد سعيد وبالعيد هذا اللي عاود سمى روحه محند أو السعيد كتقرب من القبائل شافوها أنه مرتبق جدا في قراءة القائمة لأنها كانت تتغير كل لحظة ومن بعدين قالوا خلاص لازم نخرج ونقول القائمة وإلا مش نخرج بالحكومة لماذا؟ لأن الجزء الأكبر من الوزراء عينهم جنيرالات مثلا الآن لدي دلائل ثابتة من أن الجنيرال لشخم مثلا على الأقل عين ثلاث وزراء مباشرة مباشرة وعين وزراء آخرين بالكوبتاسيا يعني مع جنيرال آخر يقول له وش رأيك من فلان فلان يقول له أوكي أنا نمشي معك في هذا ونتمشي معه في الآخر إلى آخره هذا جنيرال لشخم فقط لكن حتى شنغريحة حتى جنيرالات آخرين حتى ابو عز وسيني اللي رجع حتى كل هؤلاء وهم في حدود 9 جنيرالات أو 10 الآن كان لهم دور في تعيين الوزراء وأن تبون في وقع الأمر كان يتبه مش فقط الوزراء أهم من الوزراء المسؤولين داخل أمانة الحكومة وأمانة رئاس الجمهورية وديوان رئاس الجمهورية ذكرت لكم من قبل على الجنيرال العريبي اللي راه الآن هو أحد أعميدات أعميدات الحكم من الخلف طبعا اللي عين الجنيرال العريبي هو بنعلي بنعلي هو الجنيرال بالعلم بنعلي بنعلي الآن رجعت له الروح وكان متخوف جدا أنه لقيت صالح في أي لحظة ممكن يطيح به وربما حتى يسجنه معروف أنه عنده أيضا ملفات عليه لكن موت لقيت صالح أرحته ورجعت له شوية الروح بل بالعكس الآن راه ناشد كان المرة الماضية الأخبار قيلت لي أنه حينما زاره القيت صالح قبل حوالي شهر ونص تقريبا كان يرتعش وهو ابن الخمسة وثمانين خريف خمسة وثمانين عام عمره كان يرتعش مرعوب من أن القيت صالح قد يتخذ أي قرار هكذا قرار تعجنون يعني الآن هو يرجع بقوة كان هو في الحكومة هذه حتى أكثر من الأشخم في تعيين الوزراء ليس هناك أقل من خمس وزراء اللي مباشرة بن علي بن علي هو اللي عينها إذن فتغول العسكر زاد زاد من الفترة اللي كان يعني القيت صالح ما كانش يحب يعني عنده مجموعة جنيرال تشتغل معهم صح في نهاية المرطة في حب هو يقرر الآن نتيجة لأنه ما فيش ولا واحد عنده يدعي الباديسية النوفمبرية كما ادعاها قايد صالح واللي خدم عليه الذباب فترة طويلة جداً خدمت عليه القنوات خدمت عليه الجرائب فالآن ما هيش هذيك الشخص واحد والآخرين حوله الآن رجعت أكثر إلى الأجنحة المتشاكسة والمتصارعة والمختلفة طبعاً يتفقون على شيء واحد هو أن الحكم يجب أن يبقى حكم عسكري الدولة تبقى دولة حنوشة هذا لا يختلفون حوله ولكنهم يختلفون حول المصالح حول النفوذ حول الوزراء حول الولاد حول السفراء إلى آخر فمثلاً أول أمس وصلت برقية إلى كل قادة الدرك وقادة الشرطة وقادة المخابرات في الولايات رؤساء الدرك رؤساء المخابرات العسكرية رئيس المخابرات من جهة ورئيس القطاع العسكري ورؤساء البوليس الشرطة هذه الأربع أطراف في كل ولاية كلها وصلتهم أعطونا تقاريركم عن الوالي انتعك كل جهة ستبعث من هذه الأربع أطراف ستبعث بشكل منفصل تقاريرها عن الوالي رغم يحظروا في تغييرات هائلة للولاد على الأرجح نصف الولاد سيتم الإطاحة بهم والإتيان بآخرين برغم أن بعضهم عندوش أكثر من ثلاثة شهر ولا أربع شهر من يتعين يعني عبث حقيقي رواقع هذا أيضاً وصل نفس الشيء فيما يتعلق برؤساء المجالس القضائية اللي هم على مستوى كل ولاية النواب العامون ورؤساء المحاكم والبروكيرر وكل الجمهورية أيضاً الآن تكتب حولهم تقارير والتقارير في الحقيقة الهدف منه هل هؤلاء مواليين أساساً للفريق الحالي أم أن عندهم ولاءات مشكوك فيها وطبعاً سيضيفون عليها إذا عندهم ملفات فساد إذا ما عندهمش ملفات أخلاقية إذا ما عندهمش إلى آخرين عيننا راح نشهد تغييرات أخرى بالرغم أن كبار القضاة تم تغييرهم من أقل من أربعة أشهر كبار رأساء المجالس القضائية ونواب العامون ورأساء المحاكم تم تغييرهم حوالي أربعة وخمسة أشهر كنا تحدثنا عليها في وقته وممكن الناس تعود إلى تلك الفترة في الممكن لللايف أيضاً تجد أني علقت على الموضوع مطولاً كل ما يقومون به من تغييرات هي تثبيت حكم العسكر وإعادة بناء الواجهة المدنية التي تهشمت وتكسرت نتيجة لانتفاضة 22 فبراير المباركة أكثر من ذلك المعلومات التي لديها تقول من أنهم لجأوا إلى مراكز عالمية خاصة غربية ولكن أيضاً روسية وصينية يسألونها السؤال المطروح الآن كيف يتم احتواء هم يتكلموا على الاحتواء ما يتكلموش على التكسير خاصة لما خاطبوا جهات خارجية كيف يتم احتواء هذا الحرك ما يسمى بالحرك لسواديزون حرك كما قال مرة عليه لقايد صالح لأن كاين مخابر عالمية في الدول الغربية بشكل أساسي ولكن أيضاً الروس مثلاً بوتين كانت عنده انتفاضات شعبية رهي توقفت فقط في السنتين الأخيرتين لكن منذ أن جاء خاصة بعد ربما نهاية سنتين أو ثلاثة من حرب الشيشان لكسبته شعبية كبيرة عند الروس بعد أن قام بتدمير الشيشان وتدمير جروزني واجعلها حطام عاصمة الشيشان منذ ذلك التاريخ وفيه أحزاب روسية منظمات شخصيات تنتفذ ضده طبعاً شوفنا الروس تعملوا الاغتيالات بوتين تستعمل حتى أنه قتلوا أحد كبار المعارضين قتلوه في ساحة الكريملين هل هو اللي قتلوه أم جهات تابعة له أو جهات قريبة الله أعلم لكن المهم أنه الآن يريدون أن يأتوا بكل الخبرة الخارجية الروسية والصينية والأمريكية طبعاً فرنسية والألمانية اللي هما في الغرب جهات في الغالب هي جهات تابعة لمخارج المخابرات السابقين مراكز بحثية إلى آخره كل الهدف كيف يتم تفكيك الحركة تكسير الحركة همار مستعملوا في كلمة احتواء احتواء الحركة اللي قنطني ريال ترجمة نانسي قنطني ريال